بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الدعاة الصامتون تناولنا في الحلقة الماضية الأحاديث أو حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يبين وصيته لبعض شيعته بأن يكونوا دعاة لهم صامتين وبينا بعض الأسباب التي دعت الإمام الصادق عليه السلام بأن يوصي بهذه الوصية بأن تكون الدعوة صامتة لهم سلام الله عليهم في هذه الحلقة سنتناول أيضا بعض النكت التي وردت في هذه الرواية الشريفة التي ذكرناها في الحلقة الماضية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام لاحظوا هنا الإمام الصادق عليه السلام قال كونوا لنا دعاة صامتين كيف يكون الإنسان داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم هذا الأمر سنبينه إن شاء الله تعالى في تتمة هذه الرواية المباركة ولكن عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام بأنه كونوا لنا دعاة صامتين هذا يدل على أن الدعوة إلى أهل البيت سلام الله عليهم لا تقتصر فقط على رجال الدين أو على الأشخاص الطلبة العلوم الدينية فقط لا الإمام الصادق عليه السلام وضح في وصيته بأن هذه الوصية عامة لجميع الشيعة بأن يكونوا جميعهم دعاة صامتين لهم سلام الله عليهم فإذن هناك مسؤولية شرعية تقع على عاتق كل فرد من المؤمنين بأن يكونوا دعاة لأهل البيت سلام الله عليهم هذه وصية من الإمام الصادق عليه السلام ووصية الإمام الصادق عليه السلام هي وصية الإمام المهدي عجل الله فرج وشريف في هذا الزمن الإمام الصادق عليه السلام يريد من جميع المؤمنين بأن يكونوا دعاة لهم كيف يكونوا دعاة لهم كل شخص حسب موقعه حسب استطاعته حسب مركزه في المجتمع الطالب يستطيع أن يكون داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم عن طريق علمه المعلم كذلك التاجر يستطيع أن يكون داعيا للبيت عليه السلام عن طريق إنفاقه في سبيلهم سلام الله عليهم كل شخص من أبسط شخص في المجتمع إلى أعلى رتبة وأفضل شخص في المجتمع هناك مسؤولية تقع على عاتقهم في أن يكونوا دعاة لأهل البيت سلام الله عليهم كذلك الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية بيّن بأنه في تتمة الرواية الشريفة فإذا رأى الناس ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إليه فإذن الإمام الصادق سلام الله عليه بيّن بأن هناك فضل عندهم سلام الله عليهم الإنسان بالتزامه بالواجبات وتركه للمعاصي وتركه لما نهى أهل البيت سلام الله عليهم عن القيام به يجعلون ويبينون فضل ما عند أهل البيت سلام الله عليهم من تقوى من أخلاق من علم هذا كله يظهر بالتزام المؤمن بالواجبات وتركه للمعاصي قال علموا فضل ما عندنا هذا يبين بأن هذا الفضل هذا الخير لا يوجد سوى عندهم سلام الله عليهم لذلك في أزيار الجامعة الكبيرة الإمام الهادي عليه السلام يقول وإن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهى جميع الفضل جميع الخير جميع البركات هي موجودة عند أهل البيت سلام الله عليهم ولكن للأسف هذا الخير وهذا الفضل مخفي عن كثير من الناس الكثير من الناس لا يعلمون حقيقة مذهب أهل البيت سلام الله عليهم لذلك هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤمنين وخصوصا في هذا الزمن هذا الزمن الذي كثرت فيه دعاوى الانحراف ودعاوى الضلالة ووسائل انتشار الباطل حقيقة هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤمنين في بيان حقيقة مذهب أهل البيت عليه السلام حقيقة ما دعا إليه أهل البيت سلام الله عليهم ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة ووصيتكم التقوى هذه وصية أهل البيت عليه السلام وفي موارد أخرى بأن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا فكم هي المسؤولية كبيرة على عاتق المؤمنين الكرام وخصوصا في هذا الزمن في بيان حقيقة مذهب أهل البيت سلام الله عليهم الناس لو علموا حقيقة مذهب أهل البيت والقواعد الأخلاقية والمبادئ الأخلاقية التي دعا إليها أهل البيت سلام الله عليهم لوجدوا بأن هذه الوصايا وهذه التعاليم لا توجد عند غيرهم لذلك كان سببا وسيكون سببا في هدايتهم والدخول إلى هذا المذهب الحق ولكن إذا تنصل كل شخص عن مسؤوليته في دعوته لأهل البيت سلام الله عليهم سيبقى هذا الكنز مخفيا عن الكثير من الناس كذلك من الأمور المستفادة من هذه الرواية المباركة بأن الإنسان الذي يلتزم بالواجبات ويترك المعاصي ويترك النواهي هذا الإنسان سيحصل على أجرين الأجر الأول يكون هو أجر الطاعة أجر الالتزام بما أمره الله سبحانه وتعالى والاجتناب عن ما نهى عنه وهناك أجر ثاني سيحصل عليه المؤمن في هذا المجال هو بأن يكون هاديا لغيره كما بيّن الإمام الصادق عليه السلام الإنسان الذي يلتزم بالواجبات ويترك المعاصي هذا يكون داعيا لهم سلام الله عليهم وهذا الإنسان الذي يكون داعيا لهم سلام الله عليهم يكون هاديا لغيره من الأشخاص الذين ابتعدوا عن جادة الحق فبهذا الفعل سيحصل على أجرين أجر الطاعة وأجر هداية الغير ونحن نعلم بأن هناك الكثير من الروايات الشريفة وردت تبين أهمية هداية الغير وما هو الثواب الذي يحصل عليه الغير في هذا المجال إذا كان سببا في هداية غيره من الأشخاص في الدخول إلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم وهدايته إلى طريق الحق هناك رواية وردت بأنه حاكي عن حال داود عليه السلام أنه خرج مصحرا منفردا يعني خرج في يوم من الأيام داود سلام الله عليه إلى الصحراء منفردا وحده ذهب إلى الصحراء خرج إلى الصحراء فأوحى الله إليه يا داود ما لي أراك وحدانيا فقال إلهي اشتد الشوق مني إلى لقائك وحال بيني وبين خلقك الشوق والذي دعاني إلى الخروج إلى الصحراء لكي أعتزل عن الناس استوحشت من الناس وفخرجت إلى الصحراء بحيث أنني أستطيع أن أعبدك بشكل منفرد لا يوجد هناك شخص يلهيني عن العبادة يلهيني عن المناجات فأوحى الله إليه ارجع إليهم يعني ارجع إلى قومك يا داود فإنك إن تأتني بعبد آبق أثبتك في اللوح حميدة هذه وصية من الله سبحانه وتعالى وأمر من الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام بأنك يا داود نعم هذا الأمر الذي دعاك إلى الخروج إلى الصحراء منفردا لكي تعبدني وتناجيني هو أمر حسن ولكن ما هو الأمر الأحسن من هذا بأن تعود إلى قومك وتهديهم إلى الطريق الصحيح فإنك إذا هديت شخصا واحدا كتبتك في اللوح حميدة مما يدل على عظمة الهداية وعلى عظيم أجر الهداية للأشخاص الضالين عن الطريق كذلك ورد في رواية أخرى بأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما ملك الماء بصفين في معركة الصفين ضد جيش معاوية ثم سمح لأهل الشام هذه أنقل لكم نص ما ورد في الكتاب ثم سمح لأهل الشام بالمشاركة فيه بالمشاركة في الماء والمساهمة استمالة لقلوبهم مكث أياما لا يرسل إلى معاوية أحدا ولا يأتيه من عند معاوية أحدا أو أحد يعني بقيت هذه المعركة كأننا نستطيع أن نعبر في مرحلة السبات مرحلة هدنة مؤقتة نستطيع أن نعبر عنها وقف لإطلاق النار كما يعبر عنها في الزمن الحديث أمير المؤمنين عليه السلام ملك الماء في الصفين ولكنه كان يسمح لأعدائه ولجيش معاوية بأن يأتوا إلى هذا الماء ويتزودوا من الماء طبعا أمير المؤمنين عليه السلام فعل هذا الفعل لكي يعلمهم أخلاق الإسلام الحقيقية بأنه حتى في حالة القتال حتى في حالة الحرب نحن هذه نتبسك بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله لا نمنع عنكم الماء وهذا خلاف ما فعله ابنه مع الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاش وراء فأراد أمير المؤمنين عليه السلام خلال هذه الأيام التي لم يقاتل فيها أراد أن يبين لهم حقيقة الإسلام بفعله سلام الله عليه أراد أن يعلمهم الأخلاق الحقيقية للإسلام والسرطأ أهل العراق إذنه لهم في القتال هنا بدأ الشيطان يوسوس لبعض الأفراد الذين كانوا في جيش أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا يا أمير المؤمنين خلفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة ائذن لنا في قتال القوم فإن الناس قد قالوا قال علي عليه السلام ما قالوا فقال منهم قائل إنهم يظنون أنك تكره الحرب كراهية للموت ومنهم من يظن أنك في شك في قتال أهل الشام هؤلاء الأشخاص عندما جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام أرادوا منه أن يعجل أمير المؤمنين عليه السلام القتال فقالوا له بأن بعض الأشخاص جاءوا وألقوا هذه الكلمات بيننا بأن أمير المؤمنين عليه السلام إما خائف من القتال والعياذ بالله وإما أنه أصبح يقينه في محل شك والعياذ بالله بأنه لا يعلم بأن هذه الحرب التي قادها ضد معاوية هل هي على حق أو على غير حق لذلك أصبح في شك تراجع كف القتال فترة معينة والعياذ بالله لاحظوا عندما يكون الإنسان إيمانه متزلزنا وضعيفا هكذا يصنع مع إمام زمانه هذا الشخص الذي نصبه النبي صلى الله عليه وآله إماما وخليفة من بعده يأتوا بعض الناس ويشكك في أفعاله وفي أحقيته فقال عليه السلام أمير المؤمنين ومتى كنت كارها للحرب قط إن من العجب حبي لها غلاما ويفعا وكراهيتي لها شيخا بعد نفاذ العمر وقرب الوقت الأشخاص الذين ادعوا بأني أكره الحرب هذا شيء عجب منهم هذه المقولة لماذا؟ لأنني عندما كنت شابا ويافعا لم أكره الحرب كنت مقدما في جميع الحروب كنت سيف رسول الله صلى الله عليه وآله الضارب فهل أنا وأصبحت الآن في هذا العمر الكبير الآن أخاف من الحرب الأولى بك كنت أخاف من الحرب في أيام شبابي هذا الأولى وأما شكي في القوم يعني في أحقيتهم أو ضلالتهم فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصرة فوالله لقد ضربت هذا الأمر ظهرا وباطنا فما وجدت يسعني إلا القتال أو أن أعصي الله ورسوله ولكن أستأني بالقوم يعني من الأنات لاحظ أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا كنت أريد أن أشك في ضلالة هؤلاء القوم لكنت أشك في أهل البصرة لماذا؟ لأن أهل البصرة كانت فيهم زوجة النبي صلى الله عليه وآله فهؤلاء القوم الذين خرجوا في محاربة في البصرة كانوا أحق بالشك إذا كنت أريد أن أشك لأن الأشخاص والذين ظهروا في معركة البصرة كانوا أعظم وأكثر قربا من النبي صلى الله عليه وآله ولكنهم كانوا على ضلالة فأنا لم أشك فيهم في البصرة فكيف أشك فيهم في الشام؟ ولكن أستأني بالقوم عسى أن يهتدوا هذا هو السبب الذي دعاني إلى الأنات في هذا الأمر إلى التريث في هذا الأمر أو يهتدي فيهم طائفة بعد أن يروا هؤلاء القوم أخلاق أمير المؤمنين عليه السلام وأخلاق الإسلام الحقيقية ممكن أنهم يهتدوا إلى الطريق الحق فأنا أوقفت القتال فترة معينة لكي يهتدوا هؤلاء الأشخاص فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي يوم الخيبر أو يوم الخيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس فهنا أيضا في هذه الرواية التي ذكرناها لكم بأنه الإنسان الذي يكون داعيا لأهل البيت عليهم السلام عن طريق التزامه بالواجبات وتركه للمعاصي يحصل على أجر هدايته للغير لأنه يكون داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم ويكون سببا في نجاة غيره وفي الالتحاق بالصراط المستقيم جعننا الله وإياكم من الذين يوفقون لهداية الغير إلى طريق أهل البيت عليهم السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين